السلام عليكم اليوم وجدتكم أخطى جديد اليوم جاء بلكم خلقوا القصة يعني طبعا ما حضرت لها ولا شيء لكن بقول أشياء صارت لي غريبة صراحة أتها في المعرض نصر طب أذهبان فكل شوي بأسويس يعني إذا شفتوا تقصيص تعرفوا أنه كحة عطسة اللي هي للحين أذهبان من بعد المعرض فبقول لكم في بداية وش اتهب اللي جاني طبعا نبدأ بأول يوم طبعا قبل ما نبدأ أترسوا اللايك سراك فعل نزل التنبيعات الله يسعدكم جميعا واسف على القطع لكن تعبان إلى الحين إلى أيومكم يعني ما دي تسوين صوت يعني ولا لا بس واضح أني تعبان ألا غصب تعباء الشيء مهم لهو كود VSL في نمشي رح يخصم لكم من خمسة إلى عشرين بالمئة وفوق كذا في خصونات إلى ثمانين بالمئة أي أحد يشتري من نمشي بكود VSL يرسلي على الإستجرام وأكو شاكل له جدا جدا طبعا سمع بخلونا توثقين بإذن الله وكود VSL في لايتوب شوب روكتليج فورتنايت وكود VSL في موقع روكتليج سوف تفيدوني مرة دعونا نبدأ مخطر يوم دعونا نبدأ بأو شيء المعرض اللي هو معرض رش كان خمسة أيام أوكي؟ بدأ المعرض يوم الجمعة طبعا أنا يوم الجمعة تقريبا على الساعة دعونا نقول ثلاث ثلاث ثنتين اجتمعت مع العيال تقريبا على الثنتين الظهر اجتمعت مع العيال طبعا ما أخذين زي الفندق اللي هم فيروس سوما ريان دحوم أقيمين يب أربعة وأنا الخامس طبعا اجتمعنا وتغدينا وبعدها حركنا المعرض المعرض كان جدا 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 زحمة بشكل مبطبيعي فكان ما معنا اللي هو باجز اللي هو خاص بالصناع المحتوي زي كذا نطلبناها من قبل فمفروض أنها جاهزة لكن ما أخذيناها لليوم الثالث هذا موضوع ثاني ما رح تكلم فيه الباجز ليش سنأخذها أصلا لأننا نقدر نطلع وندخل زي ما نبغى لكن يوم وصلنا هناك بعد ما دخلنا المعرض زي كذا لأمور طيبة إلى الحين وسلم تعالي يال خلصنا رجعت للبيت من بكرة جيتهم فجاه كم واحد من الشباب يقول مثلا زي فيروس يقول حقي 25 عشرين أغلبهم تعبوا وبعد اليوم الأول وبعد اليوم الثاني أنا قلت ايش فيه ما أعرض فيه شي يعني وليش تقول لا تقطق يعني وبنفس الوقت تقول يارم ما يجيلي شي لا تقطق يعني لأن جاني شيء أول مرة يجيني شيء غريب وقسم بالله العظيم أول مرة يصير لي في الحياة طبعا بعد اليوم الثاني اليوم الأول زي ما قلت لكم يوم الجمعة بعدين يوم السبت يوم السبت خليت معهم غرفة نفس الفندق طبعا كان عندي لحد دوام دوام الجامعة جيت على ساعة واحدة تقريبا خلاص ميت حيلي متكسر رجولي حلقة راح فيها من كثر ما أصور مع الناس زكية وصور يتخلص بعطيها نومة الحين كبريه المصيبة وشو أني صدعت صداع غريب صداع اللي ما يخليك تنوم فوق ما معي بني دول ايه أقول لنوم ما ما أقول أنام ما معي بني دول لولا شيء يعني مستحيني أني أقوم من مكاني لين مكسر قلت والله العظيم ما أقوم من مكاني لين أعطيها نومه ما نمت لله تت الصباح أو الصبح قلت من نوم صداع باقي ما شاء الله تبارك الله على قلة الأدب صداع فقط لا غير خلص اليوم الثالث اللي هي يوم الأحد يوم جاء اليوم الرابع بداية كان موجود لا دحوم ولا سومة ريام مشى اليوم الرابع توقع بدايته يعني ما رح معنا المعرض فكان في فيروس بس فيروس رح بوث الكلان حقه رح تتمشى في المعرض طبعا أنا أحب المعرض أني أروح تمشى وحاول أني أستغل كل الوقات أني أصور مع كل الناس اللي يبوني قابلوني مو بسالفة أنه أوه يعني أنا مش لا والله العظيم صدق أني أحب أني أتمشى وأشوف الناس وهذا يسلم علي وهذا يسلم علي لأن ما أحب الناس قابلوني برا فأسواق في أماكن عامة كثير من يحب أنه في معرض لأن معرض الألعاب أحب الناس صورون معي في معرض الألعاب لأنهم جايين عشان يقابلون سواء الناس يحبون من صناع المحتوى أو شوفوك بالصدفة وهم يتابعونك من زمان هذا الشيء كذا تعرفون اللي صالف كن أخويك يعني صالف مع المتابع كن أخويك وزي كذا وأبديت أسولف 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 قلت ما شاء الله وست المعرض اللي ما فيه عايات يعني بالعادة كل معرض أرد ردات غبية صراحة يعني في رد رديتها ما رأي أقولكم إياه بعد ما قلت هذا الكلام طبعا آخر يوم جبت العيد والله أنا جبت العيد بس ما رأي أقول شيء وش قلت ما رأي أقولكم حسني بجيب العيد الحين ما أدري طبع اليوم الرابع بعد ما أسلم حلقي قال لك بعد ما أسلمت على كم واحد من امتابعين وعطيت حق سماعة اللي شاف المخطط حق راش بجت اللحظة اللي حلقي بدأ يتعب كذي حلقي تعرفون اللي كنا مجرح كنا فيه سكين هنا بديت أحس أن الكلام صار ثقيل الكلام صار يلا يطلع أقسم بالله يلا يرطع ما شاء الله الكريم ناخد كورس لغة الكلام صار يلا يطلع من الثاني فصار إذا جاء واحد أي أحد نتابعين يقول بأصور معك عادي أقول إيه خذ خذ راحتك بس إنه تطلع خذ حلقي يوقف أكت وإشت التعب اللي أول مرة يصير ما أدري يعني ممسالفة حزوقة فجأة جيك شهقة كده كنت فرض لا ما قدر أكمل كلمة ثانية عاية تطلع كلمة ثانية يجي واحد يقول لي كيف حالك أسك طيب حمد حمد الله بخير بس حمد أنا حسيت إن الوضع في خطر مرة في خطر يتلع لازم أشرب لي شي حار أشرب أي شي كده بس عشان يسيد حلقي يمشيني لين آخر معرض وعرف أسولف يعني ما عرف أسولف يعني سوالفي أصلا مخيسة بس ما قطعة الكلام هذه الكت هذا جزء من النص مفقود من الآخر شي غريب كده أقسم بالله شي غريب مرة 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 وقفت عند كوفي في المعرض طيعت مسافة بين القدامي وأنا في اللاين هذا والسرة يجون الناس يمرون من قدامي لأنني ما أعطي مسافة يجون الناس يمرون ومن نفس الوقت يقول أوه شلوم تعالوا والله أنا جاي أشرب شي حار في نفس الوقت أرد ما دي ليش أرد في نفس الوقت ليش تحرجوني يا شباب والله ذاك الوقت أقسم بلأني كرأت نفسي قلت ليت عندي شي رد آلي حد الله بخير أساكتر كذا بسناء أول كلمة كلمة الثانية ما أطلعني للنصة قلت لازم أقصر صوتي عشان ما يسمعون لي قدام ما يسمعون لي وراء وجون الناس ممكن تأخذ الجوال تصور لا أصبروا هذه جون الناس شوفوني في اللاين ذا يعطوني الجوال يقول ممكن تصورنا أقول إيه ممكن أقسم رب الكعب أني ما أكذب شي غريب صار بحلقي كذا خلاص قرب اللاين أو قرب السرة خلاص اللي بقى أقول يا رب ما يجي أحد يصور يا رب ما يجي أحد يصور خذيت الكافي رحت ورا زبند بديت أشرب القهوة شوي أنا قاعد إلا واحد تصورني كذا أنا قلت الحين بيجي يصور ولا بيجي يسلم عليه يقول عارف الحلق الهين للحين تقول نشارب نقطة قهوة وجاي موية وجاي بكل شيء أبغى حلقي بس يصير الحلقي طبيعي يعني أبغى أتكلم والله أنا أبغى أتكلم جاكا مواحد وأنا قاعد على الأرض سلم علي الأول بدأ بديت أتكلم كلام واضح نفس الوقت يعني أحاول لي ما أتكلم كثير أحاول لي ما أتكلم كثير ويجيون الناس ثانين يشوفون الناس هذولي أو المتابين هذولي يصورون فيشوفون من هذا ويسألوه يلا يجي 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 اللي بعده يجي كلهم يجون فأنا زابن ورس بيدرمان اللي صورته في المعرض كل شوي أقوم أقعد أقعد نفس الوقت أنا يعني اللي شافني في المعرض طولي غير طول الناس العاديين فأغلب المتابعين يكونون قصيرين فأقعد على الأرض رجولي ما تشيلني من كثير ما أقعد من كثير مواقف يعني فيه متابعين مرة كثير قصار وبنفس الوقت قصار فما أقدر أنزل نفسي كذا وأصور معهم لازم أقعد على الأرض أحطرك بتاع الأرض قلويت كذا صرت يا الله شيء لنفسي هذا في اليوم الرابع وفي بدايته يعني حلقي ورجولي خلاص كرحت نفسي لأمانا كرحت نفسي بغيت أطلع من معرض فتولى الوضع لا يطاق كذا كلمت فيروس قلت أتعال أني بغيت قابل أتحب علي فيروس ما جاني إلا متأخر وأنا قمت أتمشى أتمشى وأطلع برا وأدخل من جوة وأروح بوابة ثانية عشان ما أسوال في كثير في نفس الوقت أبغى حلقي خلاص اللي ينشف خلصت القهوة خلصت المواية شرعت المواية ثانية خذيت الحلوة والحلق سويت كل شيء نهاية اليوم فيروس كان طالع ماتريكسي قال لي تراني طلعنا وزي كذا وأنا كلمة أقسم برب الكعبة أن الكلام يتقطع وين بتروح؟ كده وين بتروح هون؟ تروح يعلق حلقي خلاص وصوتي أصلا رايح صوتي متغير مرة يعني الحين يعتبر كويس ترى صح أنه متغير بس يعتبر كويس فدريت أن الوضع خلاص مرة مرة ما قدر طلعت من المعرض طلعت متأخر على عشر عشر ونص والله أنا ما ودي أطلع لأني مسلمتها في المعرض مسلمت عني عقاب متابعين أي المتوار يوم جاء آخر يوم طبعا صورت في الفلوك أني في الفيتاميسي وقبلها يوم طلعت ورحت عند تريكسي والعنزي يوم صورت القرام اللي تابعي الانستقرام يشوف يوم أصور الصوريات زي كذا كنت ما أخذ فيتاميسي أول ما طلعت من المعرض تعشيت بعدين خذيت فيتاميسي يوم خذيت فيتاميسي بدأ الوضع يتحسن شويتين من بكرة قلت لازم قبل المعرض أخذ لي حبة فيتاميسي وصورتها بالفلوك مشا الوضع مشا 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 في آخر يوم قلت الكلجات الكلام بدأ يتركب على بعض أحسيت أن الوضع بدأ يركب يعني خلاص ما يحتاج اليوم لأخذ الحلق هذا ولا شي خلنا دامك كويسين كذا خلنا على كذا نشرب موية كثير عشان الحلق ما يشف ومور طيبة حلقي يعني أحس أنه مجرح لكن الحمد لله ما بكل جات يعني في اليوم الخامس لليوم الرابع اللي كلام قطع وهذه سالفة الشي الغريب المرض غريب هذا اللي صار ما أمدي يسمى مرض ولا وش ما أمادري والله العظيم صدق إنه في اليوم ذاك تمنيت أني أطلع من المعرض على طول صح أني كنت الحالي وأقدر أطلع على طول بس كذا قلت لا ما أبغى أطلع سوي أنا والله قهرت نفسي أنا قهرتني منيت أني طالع في وقتها مستخير وجيت في اليوم الأخير وأنا الطيب والمر طيبة طبعا في سوال في كثير قلتها عن المعطة بس يمكن أخلي سالفة واحدة حق قلت الحلق هذا أو المرض هذا الغريب اللي خلاني ما تكلم بنفس الوقت أحذف السالفتين الباقية أنها حسيت أنها ما تنقل أبدا فبس كما أطلع يوم لا أدري ما يقطع يصير أو يطويل كان سوف لي 20 دقيقة نراكم على خير في أمان الله سلام